هذه أبرز العناوين مدارب المنتخب الوطني وليد راقراجي يتمكن من إقناع ثلاثين جديد لحضور معسكر الأسود عجل وليد راقراجي يتصل بعجلات بحكم زياش لهذا السبب شد عضلي يغيب حكم زياش عن مواجهة قلط سراي وإسطنبول والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مدارب المنتخب الوطني وليد راقراجي يتمكن من إقناع ثلاثين جديد لحضور معسكر أسود الأطلس أنهى مدارب المنتخب الوطني المغربي وليد راقراجي جولته الأوروبية الكبيرة تحضير لإعلان لائحة أسود الأطلس استعداد لمواجهة كل من ليبيريا والصاحل العاش في أكتوبر المقبل حيث أن المدارب راقراجي التقى بالعديد من الأسماء المغربية التي تلعب على أعلى مستوى من أجل إقناعها باللاعب مع المنتخب المغربي وكشف موقع المغرب سبورت أن وليد راقراجي تمكن من إقناع اللاعب ضل أصول المغربية محمد عليشو مهاجم ريال سوسيداد الإسباني باللاعب مع المنتخب الوطني المغربي في الفترة المقبلة وسيتواجد في معسكر الأصود الشهر القادم ذات المصادر دفت أن وليد راقراجي تمكن أيضا من إقناع مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز بالحضور إلى معسكر المنتخب الوطني المغربي وحمل قميس المغرب بعدما اختار اللاعب مع إسبانيا في وقت سابق حيث أن اللاعب سيتواجد مع الأصود في المباريات القادمة لتدعيم الخط الأمام للفريق الوطني المغربي ومن جهة أخرى فإن مهاجم نادي لهافر الفرنسي نبيل عليوي سيكون أيضا جديد لائحة المنتخب الوطني المغربي حيث أن اللاعب المتألق في الدور الفرنسي أكد أكثر من مرتين رغبته الكبيرة في اللاعب مع المغرب بعدما اختار من قبل حمل قميس المنتخب الفرنسي عاجل وليد راقراكي يتصل بعجالة بحكيم زياش لهذا السبب توصل وليد راقراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم مع نجم الأصود حكيم زياش لعب غلاطسري التركي وذلك في أفق توجه الدعوة له للالتحاق بمعسكر المنتخب ونقل ما قام العرب الجديد عن مقارب من المدرب وليد راقراكي أن هذا الأخير توصل مع نجم نادي غلاطسري حكيم زياش وأخبره بضرورة تجهيز نفسه كي يكون حاضرا مع لعب المنتخب المغربي في المعسكر التدريبية المقبل بعدما غاب عن آخر ودية خضاء أصود الأطلس في فرنسا ضد منتخب بوركنافاسو بمدينة لانس وسجل المصدر نفسه أن راقراكي يفضل أن يكون حكيم زياش متواجدا مع لعب المنتخب المغربي كي يعود إلى الانسجام مع أجواء منتخب بلدها ويبقى قريبا من زملائه داخل المنتخب لذلك استجب لعب تشيلسي سابقا إلى طلب راقراكي وأظهر له استعداده للسفر إلى المغرب الشهر المقبل ليكون بجانب رفاقها شد عضلي يغيب حكيم زياش عن مواجهة غلطسري وإسطنبول كشفت مصادر إعلامية تركيا أن الدولي المغربي حكيم زياش سيغيب عن فريقه الجديد غلطسري التركية في المباراة التي سيأخذها أمام إسطنبول سبور برسم الجولة الثالثة من الدورة التركية الممتازة وبحسب صحيفة ميديا رادار التركية فإن غياب زياش عن مواجهة اليوم جاء بالسبب الإصابة بشد عضلي والتي تعرض لها بعد المباراة التي جمعت فريقه بنظره بشك شهر السبت الماضي وبحسب المصدردات فإن اللاعب المغربي لم يتمكن من المشاركة في تدريبات رفقة الفريق وبدأ علاجه استعدادا للمواجهة القادمة كأس إفريقيا لهذه الأسباب سينظم المغرب نسخة 2025 والكاف يحذر الجزائر تعلن الكنفدرالي الأفريقية لكرة القدم غدا الأربعاء عن البلد المنظم لنسخة بطولة أفريقية للأمام لنسخة 2025 وحصل المغرب على شرف تنظيم بطولة أفريقية للأمام في انتظار الإعلان الرسمي عن ذلك وهو ما يفسر انسحاب الجزائر من سباق الترشح وذكر موقع لوسيس أنفوس بورا أنه حصل على معلومات من مصدر عليم من الكاف تؤكد أن منح المغرب شرف تنظيم البطولة القارية يعود لاعتبارات عقلانية ومن بين أبرز الاعتبارات تهدم المغرب لملاعبه القديمة وإعادة بنائها من جديد والانتهاء من وضعها في أحسن حولة قبل دخول عام 2025 أما المعطى الثاني فمتعلق بملعب التدريبات إذ وعد المغرب بتوفير ملعب تدريب خاص بكل منتخب في سابقة هي الأولى في القارة واعتمد المغرب نظام كأس العالم بمنح كل منتخب ملعب خاصة لتدريبات بمعدل 24 ملعبا وستوزع الملعب الأربعة والعشرين بمدين فاس وطنجة وأقادير والرباط ومراكش والدار البيضاء والرباط وتطوان والسلاء كما سيكون لحكام البطولة ملعب خاص بهم للتدريب للمبارية الرسمية في المقابل حذر الكافة الاتحاد الجزائري من مغبة مقاطعة رئيس الاتحاد والاتصادي لاجتماعي المكسب التنفيذ المقرر بالقاهرة غدا الأربعاء للإعلان عن البلد المنظم لنسختي 2025 و2027 ونشرت صعف جزائرية عزم صاد مقاطعة الاجتماعات بالسبب ما سمي الإحراج الذي سيترتب عنه منح المغرب شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا الكاف يرفض أي انسحاب ويطالب رئيس الاتحاد الجزائري الجديد بحضور الشماعي المكتب التنفيذي للتصويت على مصصدفة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027 أكد التقارير الإخباري أن الاتحاد الإفريقي لكرس القدم سيرفض أي طلب للإنسحاب من سباق الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027 قبل أقل من 72 ساعة على الإعلان الرسمي عن الفائزين بشرف التنظيم المسابقة وأوضع الصعف السنغالي ساني مالنغا ندفتر التحملات الخاصة بالترشح للإستضافة الكان ينص على عدم قبول السحب أي ملف قبل أقل من 72 ساعة على تصويت المكتب التنفيذي للكاف بالعاصمة المصرية القاهرة وكان الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم والد صادي قد أعلن في تطرح تلفزيونينا اليوم التلتاء انسحاب بلاده من سباق الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 و2027 ويأتي ذلك قبل 24 ساعة من الإعلان عن مصدف البطولة يشار إلى أن المملكة المغربية تعتبر من بين أقوى المرشحين لاستضافة نسخة 2025 بينما تتصدر السنغال الترشحات لنيل إشارة في تنظيم نسخة 2027 دياز ضمن قائمة مادريد لمواجهة لاس بارماس أعلن كارلو أنشلوتي المدير الفني لريال مادريد قائمة فارقه لمواجهة لاس بارماس غدا الأربعاء ضمن الجولة السابعة من الدورة الإسبانية وجهدت اختيارة أنشلوتي غيابة بو كورتوى وإدر ميلتا وأردا قولار بينما عاد فينزي الجونيور وداني كارفخال عقب تهع فيهما من الإصابة إلى جانب تواجد إبراهيم دياز وجهدت قائمة ريال مادريد كالتالي في حراسة المرمى لونيل كيبا وفيرن في الدفاع داني كارفخال ديفيد ألابا ناتشو فاسكيز فيرنغارسيا وروديقر وميندي في الوسط بيلينغهام كروس مودريتش كمافينغا فالفيرديتش وميني وسبايوس في الهجوم فينزي الجونيور رودريغو خوسيل وإبراهيم دياز ويحتل ريال مادريد المركز الثالث في جدول الترسيب الدوري الإسباني برسد خمسة عشر نقطة خلف برشلون أصلاح بالصدر بنقطة واحدة ترجمة نانسي قنقر